صرخة المتألمين أشارك في عائلة تعرفت علي بداية التهجير عائلة رائعين جدا وصاروا بالنسبة لي أصدقاء صاروا عائلتي فكل ما أروح إلى العراق لازم أزورهم ونقعد نشرب شاي ووحدة من بناتهم اتعرضت إلى استنشقت فتشي وصار عندها بالرئتين ما لتها يعني خربت الرئتين فبعثوا لي قالوا هل تحتاج إلى تغيير رئة ممكن تساعدية؟ طبعا أنا يعني شنو أقدر أسوي رفعت تقارير إلى بعض الأطباء من يعني وبقينا نصلي من أجله ورا فترة شفتوا بالأخبار أنه هي انتقلت اللي تكون مع الرب يسوع حسيتوا أنا بالعجز حسيتوا بالألم بكيتوا قلتوا لي يا رب يعني طلبوا مني أساعدها بس ما قدرتوا أساعدها يعني حسيتوا أنه أنا أيضا صرختوا يعني صرختوا معاها صرختوا لأنه أنا ما قدرت أساعدها طيب أنا هاي أعرفها وما قدرته وحسيتوا بالعجز وش قد أكون ناس مثل هاي الأخذ ومثل هاي السيدة إن كان يعني كبار السن أو أطفال أو نساء بسبب هالظروف يفقدون أحباء بسبب قلة الطب أو قلة الدواء أو قلة الفلوس هاي كان محتاج أن تسافر برا وتتغير رئتين مبالغ فهذا العجز فعلا يطلع صرخة من الأعماق صرخة العاجز صرخة المتألم مجرد أهبل مجرد الأبط موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة